اهلا بكم في وصفة جديدة من مطبخ توتي صباح الورد والفل والنعناع على عيونكم النهاردة هنعمل مركز النعناع بطريقة بسيطة جدا وسهلة من غير ما يسكر او لونه يغير وكمان هيفضل عبدك طول الصيف بنفس قوامه لونه ورحته بتريكة جديدة من مطبخ توتي تابع معي الفيديو علشان اه تعرفي التفاصيل وهنعمل مع بعض كمان مهيته اللمون هنعمله في دقيقة واحدة مشروب لذيذ جدا بيرطب في الحر حلو جدا هيبقى اوفر كتير من الكافيهات شايفين الامر والطعامة يلا بقى نبتدي الفيديو عشان نعمل مركز النعناع انا عندي هنا حوالي اربع ربط من النعناع الفرش انا غسلتهم ويعني صفيت منهم المياه كويس جدا زي ما انتم شايفين ريحة النعناع ما اقولكوش حلوة جدا جدا انا بحب ريحة النعناع جدا وبحب النعناع طول الصيف عندي وهقولك انا بعمل به ايه غير المركز النعناع وغير كمان مهيته النعناع او مهيته اللمون اه حزن بقى النعناع انا خلاص غسلتها وصفتها من المياه زي ما انتم شايفين كده عدان النعناع كانت طويلة جدا فانا قصيت منها شوية شوية لانا قصيتهم دول بقى مش هنرميهم الشوية دول ممكن تزرعيهم ويبقى عندك نعناع في البلكونة بتاعتك فرش وطوزة وجميل جدا ولو عايزين تعرفوا ازاي بتزرعوا النعناع اكتبوا لي في التعليقات وانا هقولكو ازاي بتزرعوا الطريقة بسيطة جدا وسهلة ومحتاجة امكانيات كتير خالص ااخد بقى النعناع بتاعي انا هقسمه كده العود على اتنين او على تلاتة اه مش هحط العود سليم شايفين الجمال هقولك انا بعمل ايه بالنعناع غير المركز النعناع انا بحط عندي درق مية وبحط فيه اه شوية من النعناع وبزوده مية سقعة جدا وبركينه عندي في المطبخ طول ما انا رايحة وانا جاية في الصيف باخد من المية دي المية دي بتبقى فيها نكهة النعناع بتبقى منعيشة جدا وبترطب وجميلة جدا وممكن تزودي عليها كمان شرايح من الخيار وكده المشروف ده يبقى اسمه ديتوكس. اه يلا نرجع الوصفة الاول بعد انا اقول لكم الديتوكس بنعمل بايه. انا عندي هنا حزم النعناع انا زودت لها اه قبيتين من المية. التركة الجديدة بقى تعملي بيها مركز النعناع ويبقى مركز جدا جدا هعندي هنا معلقة كبيرة من النعناع المجفف. النعناع دوت كان جايه لهدية من مطروح. كلنا عارفين اي حد بيروح مصيف او حد بييجي من المصيف. وهدي بالنعناع عارفين ان النعناع ما تروح بيبقى مركز جدا جدا جدا. النكهة بتاعته بتبقى سابتة جدا. ده لانه النعناع صحراوي وهو بينشف على الارض فبتبقى ريحته خطيرة زي ما انتم عارفين. فانا احطيته على النعناع الفرش عزها علشان ازود او اركز الطعم والنكهة. انا هنا لقيت كوبايتين المية شوية صغيرين فكمان هزود كوباية تالتة من المية. مية عادية من الحنفية. ولا مغلية ولا معدنية ولا اي حاجة خالصة. كده انا غطيت النعناع بتاعي بكمية مناسبة من المية زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بعد كده ارفعه على النار وهتديله غلوة حوالي كده عشر دقائق. هسيبه بقى يغلي عشان ينزل مستخلص النعناع اللي فيه وينزل الزيوت الطيارة وينزل كل النكهة بتاعه. لو انت لسه متابعة معي الفيديو عمدولي لايك. ما تنسيش تشاير الفيديو عشان كل يستفيد. ولو انت جديدة على قناتي مطبخ توتي اشتركي فيها وفعالي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلت كل اشعار جديد بكل وصفة جديدة بعملها في مطبخ توتي. اخدت بقى النعناع آآ بعت مغالة حوالي عشر دقائق وهبتدي اصفي. انا كان ممكن ااخد المية بس لوحدها. لكن انا هصفي كمان النعناع بالمعلقة كده هضغط عليه انزل اي مستخلص فيه. انا اللي يهمني ان الطعم والنكهة تتركز معي في المية اللي انا غليت فيها النعناع. زي ما انتم شايفين كده بقى جاهز عندي خلاص. فاضل بقى الخطوة الجاية. يعني هو هيتعمل على مرحلتين. دي كده المرحلة الاولانية. وزي ما انتم شايفين انا بوريكو لونه. لونه اخدر زيتي. غامق جدا جدا. فانا هرجعه على النار تاني. وهطيف حوالي كوباية من السكر. انا المية اللي فيها مستخلص النعناع حوالي آآ كوباية ونص او كوبايتين على ربع. حطيت عليهم كوباية من السكر. وهبتدي ادوب السكر وهبتدي ارفع الخليط بتاعي ده على النار مرة كمان. عملت في القناة الصيف اللي فات كيكة اللمون. كانت حلوة جدا جدا. وكانت فتحة وهشة وجميلة جدا. وطعمها لذيذ جدا جدا. هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. هنا مستخلص ان ابتدى يغلي عندي خمس دقايق. بعد خمس دقايق ضفت عصرة من اللمون. علشان انا مش عايزاي يركز معي. او يرجع يسكر تاني. انا بعمله معاملة شربات الحلويات. سبته يغلي خمس دقايق بعد عصرة اللمون وهبتدي اصفيه تاني. عشان لو فيه اي شوايب من السكر. آآ تخرج معي. ده كده عندي المستخلص بتاعي المركز. آآ في النكهة وفي الطعم وكل حاجة. بس هو كده اللون بتاعه ايه? آآ مش زي الجهز. انت ممكن تسيبه على حد كده. بس انا عايزة لونه يبقى زي الجهز بالزبط. فهبتدي اضيف له لون اخضر غزائي. لون صحي طبعا. آآ فانا هحطه حوالي ايه? نقطة نقطة لحد ما وصل لدرجة اللون اللي انا عايزها. اهو اللون الاخضر. انا هحط حبة حبة وهقلب لحد ما حصل على اللون اللي انا عايزها. شايفين اللون غير? واللون الاخضر ابتدي بان. فانا هفضل اضيف نقطة 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 من اللون لحد ما وصل لدرجة اللون اللي انا عايزها. وهو ده اللون اللي انا عايزها وهو ده اللون المركز اللي احنا بنشتريه جاهز. الوصفة دي اوفر بكتير من انت تشتريها سهلة وبسيطة وما فياش اي تعقيدات ولا اي امكانيات يعني. حاجات بسيطة جدا هتعملين. كان فضل بس نقطة معي من اللون دفتها وهقلب وكده يبقى عندي مركز النعناع بتاعي جاهز وشايفين لونه زي الجاهز بالزبط. انا هضيفه كمان في بولة يكون لونها فاتح عشان تشوفوه. شايفين? اللون زي اللي احنا بنشتريه بالزبط بالزبط. حلو اقتصادي هتحطيه بباب التلاجة هتستخدمي منه مع العصائر. تعملي لمون عادي تعمله مهيتو. اه شغال معاك وحلو جدا لما تقدميه لضيوف بطريقة حلوة. في الخطوة الجاية هوريكو ازاي تعملو المهيتو. اه حلو قوي في المشروب نفسه حلو قوي في الحر بيرتب جدا وطعمه جميل جدا. وكمان حاجة مختلفة عن اللمون العادي لو انت عندك ضيوف. عجبك الفيديو عملوه لايك ما تنسيش. الخطوة الجاية بقى هنعمل مهيتو اللمون او مهيتو النعناع او مهيتو اللمون الفريش. عندي كتع من التلجة. عندي شرايح من اللمون وهبتدي اضيف شوية من مركز النعناع اللي احنا عملناه. حوالي يعني معلقة كبيرة كده حطتها في الموج بتاعي. وهضيف كمان عود من النعناع. زي ما انتو شايفين كده. التلج واللمون والنعناع. وهبتدي اضيف صودة لمون. اي نوع متوفر عندك بشيء استخدميه. بس عايزة افكركم ان احنا لسه في المقاطعة جيبي اي منتج مصري. وفي اي منتجات مصرية كتير حلو. لو عايزين تعرفوا النوع اللي انا بستخدمه او اللي انا استخدمته في الفيديو اكتبوه لي في التعليقات وانا اكتب لكم في اول تعليق مثبت اه اسم الصودة اللمونة اللي انا بستخدمها. شايفين بقى الجمال والحلاوة. حاجة كده تنعنش وترتب في في الحر. يا رب تكون الطريقة سهلة وبسيطة. وعرف توصل لكم المعلومة. ويا رب تنفزوه بنفس الطريقة. ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا وهيعجب ضيوفكم. اتمنى تشايروا الفيديو وتدعموني بالاشتراك في القناة. انتظروني في الفيديو القادم عن قريب ان شاء الله. سليم.